بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الشريقة الفضائية وحلقة جديدة أو رحلة جديدة أو مرحلة جديدة وبسمها محطة جديدة إلى النفس البشرية والقدرات الخارجية والداخلية الإنسان ممكن إزاي ممكن يستخدم كل قدراته إلى أقصى مدى عشان يقدر فعلا أنه حقق أهدافه وإيش أحلامه أكلمنا في المحطات القبل كده أول حاجة أكلمنا على قوت الإدراك وفاكرين أكلمنا أن الإنسان لازم يدرك هو بالضبط فيه مدرك أنت فين في حياتك الروحانية مدرك أنت فين في حياتك الصحية مدرك أنت فين في حياتك الشخصية مدرك أنت فين في حياتك المهنية في علاقاتك الشخصية وعلاقاتك الخارجية وفي نفس الوقت أنت فين في حياتك المادية لما توصل المرحلة دي منتبقى عارف بالضبط أنت عايزي لأن لو لإنسان يدرك بالضبط هو فين مش ممكن إطلاقا يعرف يوح فين وإحنا كلمنا أن قوة الإدراك أول أن تدرك لازم تفكر ودي بتغضي في المرحلة اللي بعد كده اللي هي قوة التفكير الإنسان عبارة عن أفكار وعلى شكرا بيقولك أنت جيت النهاردة بسبب أفكارك هتروح بكرة بسبب أفكارك وكلمنا أن الأفكار بتأثر في ذهنك والأفكار بتأثر على أحسيسك والأفكار بتأثر على جسدك والأفكار بتسبب الواقع والأفكار بتسبب الأمراض والأفكار بتسبب الإنسان اللي يلغي أو يعمم والأفكار بتتركم وبتتسع وبتنتشر والأفكار ممكن توصلنا للسعادة والإنسان بأفكاره ممكن يعمل جنة من النار ونار من الجنة وتعلمنا مع بعض إزاي الواحد ممكن يستغل قدرات أفكاره عشان يوصل الأعلى المراكز في حياته فإحنا خدنا الإدراك وصلنا للتفكير أي حاجة بتدركها لازم تفكر فيها ولما تفكر فيها لازم تركز عليها وديه الحاجة الثالثة اللي كلمنا عليها اللي هي المحطة اللي بعدها لقوة التركيز قوة التركيز إن أي شيء بتركز عليه بيأسر في حياتين أساسيتين أولاً بيأسر في حكمك على الأشياء وبيأسر في أحاسيسك وبوفيصلك للسلوك بعد كده فالتركيز في منتهى القوة منتهى القطورة عشان كيا سميته قوة التركيز إن عنünk تركز عليها بتأسر الحكمك هتحكم عليها ولما تحكم عليها هتحس بيها ولما تحس بيها هتبدأ تتصرف فبتأسر لحكمك في الأشياء على أحاسيسك وبعد كده على سلوكيتك وإنه عش قطر توصل لمرحلة تعرف إزاي تاخد بالك من قوة التركيز إن التركيز بيوصلك لثلاث حاجات بعد كده أساسية إنه بيوصلك إنك تلغي وإنك تعمم وإنك تتخيل والإلغاء إنك بتفصل جزء من تجربة معينة وبتاخد جزء الآخر وتركز عليه يعني مثلا عندي مشكلة مع شخص معين لغيته بحاله لغيت كل رأيه وركزته فقط على رأيه ففي الحالة دي ده الإلغاء وبعدين بتعمم التعميم إن التجربة معينة فيها نشاط صغير تصبح التجربة بحالها إزاي ما قلت قبل كده إنه ممكن يكون عندك مشكلة مثلا في مطعم المشكلة ده يدوب طبق واحد بس تطلع بعد كده والمطعم بحاله مشكلة او مشكلة مع الصديق مشكلة واحدة بس يطلع على الصديق بحاله ده حتى تعرف مع الجنسيات الممكن واحد يكون إنسان عنده تجربة محددة مع جنسية مثلا يكون عنده مثلا مع أي جنسية وتعامل مع شخص واحد يرجع بعد كده يقولك تغيرег في الجنسية دي كلهم مش كويسين مثلا العرب كلهم مش تمام أو الأمريكان كلهم مش تمام أو الفرنسيون كلهم مش تمام أو طلعنا كلهم مش تمام عشان واحد وواحد من مسلوك فالإنسان بيعمم بسرعة جدا ولما الإنسان يعمم بيتخيل ودي بتاخده في المرحلة اللي بعد كده فأنا بفكر في حاجة معينة ركزت عليها لغية معلومات وعممت المعلومة والعقل البشري يبني لك على هذه المعلومة ويخليك تدعم رأيك لأنه حيدورك على تعديم على تدعيم من كل خلايا عقلك وبعد كده تعمل ايه؟ تتخيل نفسك في المستقبل وانت بتقرب من الشيء أو بتقرب عنه حتى لو صديق لنفسك بتقرب عنه أو بتقرب منه عارفين في حاجة طريفة جدا يعني روحنا نتغدى في مطعم ودي لسه حصلت مفيش يعني حاجة بسيطة وهناك طلبنا في المطعم مطعم في حاجات فيه وفيه كبير وبعدين مطعم شيء جدا ما شاء الله وبعدين طلبنا عصير جزر وجزر تأخر وما حدش فينا لاحظ عملين نتكلم وعملين عملين نحدد وبنضحك وبنقول قصص ومركزين على الأكل وبعدين في الآخر أنا قلت حاول تركيزهم كلهم ما لاحظتوش أن العصير جزر مجاش فأقولوا آه فعلا مجاش على طول المخ لغة كل اللي احنا قلناه قبل كده وكان ممكن جدا نعمم أن الخدمة مش كويسة وأن المطعم ده مش كويس وأن اللي مش عال تبص لقي لوحد قوة ده أنا بدأنا نضحك لأن حاجات التركيز فإن إنسان يركز عليها أي حاجة تركز عليها بتسبب لك بعد كده أحسيسك تعرفين أنا مرة بنتي يعني عندي ربنا رزقنا بتوأم فبنتي نانسي جات تقول تقول يا بابا البنات كلهم طوال جدا في المدرسة يعني إحنا قصيرين كده يعني ليه بس كده أنت قصيرين قلت لها يا بنتي يا حبيدي ربنا ده أنا أطول واحد في العالم في أطول واحد في عائلة الفئة ده أنت ما عليكيش فاكرة تانيين عاملين إزاي قاعدت تلحك فتبص تلاقي عشان ركزة الحاجة معينة بدأت خليها تفكر في قدرتها تفكر تفكر في أهدافها بدأت تحسن دي أهل شوية لأن أول ما أنا سيني بص لحد تاني ويبدأ يقارن بيقارن بين الحاجة اللي هو ضعيف فيها وبين حاجة الشخص الآخر يكون ممتاز فيها وده ممكن يسبب لنا أحاسيس سلبية النهاردة المحطة الجاية اللي حنوصل لها حنوصل للأحاسيس فشوف دلوقتي الإدراك خليك تفكر والتفكير خليك تركز والتركيز يخليك تحس أول ما تركز على حاجة على طول تأثر تحكم عليها وبعدين تحس بيها أول ما تخش في جواك في دورة زهنية بتلف هنتكلم على الدورة الزهنية دي بالتفصيل ففي خلال الأحاسيس هنتكلم إزاي الأحاسيس ممكن تسبب أمراض إزاي الأحاسيس ممكن تتراكم هنتكلم على أربع قوانين من قوانين العقل اللواعي إزاي الأحاسيس ممكن مش بس تتراكم تتسع وتنتشر وتجيب لي لزيها وتنعاكس عليها وتنجازب إليها من نفس النوع يكون قاعد هنا ويروح فيها حتى في العالم بزهنه وبأحاسيسه وبعد كده هنبدأ نتكلم في مبادئ الأحاسيس وزي ممكن نتحكم فيها وهنعمل استراتيجية معينة زي ممكن نوصل إن احنا فعلا نتحكم في الأحاسيس تحكم تام طبعا بين كل الأحاسيس اللي بتحصلها سواء أحاسيس إجابية أو أحاسيس سلبية ممكن جدا إن شاء الله يكون عندنا فرصة ونتكلم في التخلص من الخوف المرضي إنه فيه أصناف كثير من الخوف وفيه ثلاث مجموعات من الخوف عندك الخوف البسيط والخوف الاجتماعي وفيه الخوف المركب اللي معها رهبا وإن شاء الله نقدر إذا كان نقدر نعمل حاجة هنا في الاستوديو على أحاسيس نبدأ نشوفها كلنا مع بعض طبعا لو فيه فرصة بإذن الله فلواج خلينا نتكلم نتكلم في الأحاسيس وقوة الأحاسيس في شاب اسمه شينيروي سوزوكي الشاب ده أواف كان في اليابان كان باستمرار يحكم على الناس باستمرار أعصابه بايزة باستمرار النفسيته تعبانة باستمرار عنده اكتئاب باستمرار يفتش على كل حاجة سلبية باستمرار أي تقوله أي حاجة على طول ينقضها كان بينقض بسرعة جدا كان بيلوم بسرعة جدا كان بيقارن بين الناس وبعضها بسرعة جدا كانت أعصابه تعبانة وكانت تعبان جدا كانت أحسيسه بغيز تماما وبعدين هم نودوه عنده واحد في العيلة الرجل ده معروف أنه معروف عنده بعض الحكمة هو رجل كبير في السن وصل لغاية التسعنات عايش فوق جبل يعني عايش بينه وبين التأمل وبيوصل في التأمل في الله سبحانه وتعالى المهم فالأب والأم وده شنوي سوزوكي عند هذا الرجل الحكيم ورح له وبعدين قال له أنت عايزي الرجل الحكيم قال له أنت عايزي قال له عاوز عاوز إحساس عاوز أوصل للإحساس الإيجابي عايز أوصل للتحكم في الزيت عايز أعرف إزاي أمسك نفسي في النربزة عايز أعرف إزاي أعمل كده عايزك تديني حاجة اديني طاقة اديني حاجة أقدر أستخدمها وأوصل لإحساس مراحل في حياتي فالراجل قال له شوف رح ما تدينه إزازة زجاجة مية زجاجة المية دي مية نظيفة وكويسة جدا وده له زجاجة ثانية مليانة مية وجوها طين وجوها شوائب وقال له عايزك دلوقتي عايزك تملى الإزازة اللي هي فيها طين من الإزازة النظيفة فالشاب رح ماسك سين روز شيزوكي رح ياخد شوية المية دول اللي هما النظاف وبدأ يحط في الإزازة اللي هي الإزازة الثانية اللي فيها الطين وفيها الشوائب طبعا الشوائب بدأت تنتشر والمية بدأت تغرق دي الدنيا وكانت الموضوع كان بول كله بهدلة فوصل لمرحلة أنك كان مدياق جدا لأنه لقى الدنيا تغرأت فقال للراجل أنا مش عارف أعمل إيه قال له فكر لأنه بعد كده حطلب منك أنك تشرب من الإزازة اللي فيها الطين اعمل زي ما أنت عايز اتصرف زي ما أنت عايز لكن عايزك تاخد من المية دي تحطها في الإزازة دي وتشرب منها فالشاب قاعد يفكر الأول فأول حاجة بدأ يعملها بدأ ينظف الإزازة فرح ما نظف الأولانية اللي هي فيها الطين نظفها تماما بس كان فيه في القاع شوائد الطين عميق ورح جايب الإزازة التانية ورح حططها فيها بمجارب محركها الطين رح متشرب فيها تاني من أول وجديد رح موقف خالص رح وهذه الإزازة دي رح منضفها من جوة من بره رح مندخل جوة فرشة قاعد ينضفها تماما لغاية ما بقت نضيفها تماما حط فيها شوائد مية تانيين وبعد ينضفها تاني لغاية ما حسن المية كانت نغية جدا فرح مليها ورح شرب منها وبعد ينسأل الرجل الحكيم قال له اللي انت عملتوا معايدا قال له شوف انت جيت تطلب من العالم الخارجي طاقة إيجابية عشان تدي لك قدرات داخلية توصل بيها لأحسيس اللي انت عايزها بالزبط زي الإزازة اللي أنا ديتها لك نظيفة من بره وحطط على الإزازة اللي هي تعبانة من جوة فلما جيت تنضف تحط فيها أو تفرخ في التانية النتائجة كانت إيه؟ كانت بهتالة إيه البهتالة؟ الطين انتشرف في كل حتة الشوائب تنضف في كل حتة أخذ منك وقت عشان تنضف دي الأول اللي هي الزباجة المليانة بالقذرات ومليانة بالشوائب ومليانة بالطين لازم دي اللي تنضف الأول ولما تنضف تقدر تحط فيها زي ما انت عايز قال له طب معناها هي بالنسبالي قال له عشان تقدر تأخذ طاقة من العالم الخارجي لازم الطاقة اللي موجودة جدا عندها في العالم الداخلي تكون نظيفة تماما فإزاستك لازم تكون نظيفة إزاستك لازم تكون فاضية إزاستك لازم تتقبل الإجام الخارج لكن انت داخليا لازم يكون عندك القدرة ان انت نفسك علمت الماضي ازاير تاح عارفين اللي خاصة دي معناه هي ببساطة جدا كل واحدين بيدور على العالم الخارجي عشان يجيله حاجة يخليه سعيد او عشان يجيله حاجة يخليه يتعالج او عشان يجيله حاجة يوصله المرحلة من الشفافية او مرحلة من الحكمة او ملأحر الاحاسيس الايجابية فيه انسان ممكن يقولك ده الشخص ده بيديقني او الشخص ده بيعصبني او الشخص ده بيسعدني او الشخص ده كذا هو لا ده ولا ده ولا ده هو انت جواك فيه الشوائب دي جواك فيه البرمجة دي من يوم ما جيت في الدنيا وانت بتتبرمج البرمجة دي عمالة تستمر تستمر مع الوقت اصبحت عندك اعتقاد والاعتقاد اصبحت تلقائية فانت بتتصرف بطلقة تلقائية داخليا عشان تقدر تزمط نفسك من العالم الخريقي لازم تنظف أولا العالم الداخلي عارفين بالظبط بفكرني بقصة كان بنت صغيرة راحت مع عمامتها عشان يشتروا أكل واشتروا حاجات للبيت فبعدين هما بيتماشوا لقوا عقد العقد ده كان عقد فالصو وكان العقد في حوالي عشر دولار فالبنت قالت لهم معها أتلاه ماما لو سمحت اشتري العقد ده أتلاه ما عندي شمالة بس بشرط أتلاه بس أنت عارف أنا صغيرة ما معيش فلوس أنا يدوب عندي خمس سنين هاجب فلوس منين عشان شير العقد ده فلو ما يتلاه اسمعي إحنا هنعمل مع بعض هنعمل عقد مع بعض إن انت من أول النهاردة أنت بتاخدي فلوس معينة كل أسبوع هتدين الفلوس دي تاني ولما تدين الفلوس دي تاني كل أسبوع مع الوقت تتبتاخدي دولار مثلا يعني في خلال شهرين أو تلاتة شهر هتسديدي كله فالبنت كانت فرحانة جداً قلت لها ماشي واستمرت على كده وأخذت العقد وراحت البيت وفرحانة جداً لأنه إنجاز الإنسان بيكبر بإنجازاته ويجي كل يوم الأب بالليل قبل ما تنام البنوتة ويحكي لها قصة وقبل ما تنام يبصها فورتها وقلها أقول لي يا حبيبتي بتحب بابا أدي إيه فتقول له أدي كده وقل لا 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 بتحبي أدي إيه تقول له أدي كده لا 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 تحب أدي كده ربعين تاخدوا بالحض وبعد أنه ماشي يقول لها أقول لي لي يا ترى بتحبي بابا كتير للدرجات تحولوا بحبه أكتر من الدنيا كلها يقول لها طب يا ترى بتحبي بابا أكتر ولا العقد اللي معاك أكتر قلت لأوا حياتك يا بابا بلاش تاخد العقد بتاعي أنا بحلفك بالله يعني بلاش بلاش العقد بسبب العقد ده أنا أنجزته بس أنا عندي فيل خد الفيل اللي لعبيه خده بس بلاش العقد لا لا يا حبيبتي وعايش مش عايش لده ولا ده رح بيسها ورح ماشي يجي تاني يوم يحكي لها قصة ولقى البنت مش عايش هيتكلم في العقد خالص أول ما يقول لها بتحبي بابا أكتر ولا العقد تقول له باشي أنا يا بابا عندي عروسة صغيرة ترفع رجلها تغني تمش عارف إيه خد معها الفيل خدهم كلهم بس بلاش العقد وراجل استمر على كده لمدة أسبوع يقول لها لا مش عايش أي حاجة خالص ورح بيسها تاني والبنت تنام بقت عايشها جدا كانت مدهئة جدا كانت مركزة على أنه هيخد منها العقد اللي هو فيه إنجازها وبعد أسبوع جاي بالليل يعني قبل ما يتكلم معها لقى عادة في وسط السرير بجسمها الصغير وبأيديها الصغيرة وقيت له بابا افتح إيدي رح فتح إيديها لقى العقد جوا قيت له خده يا بابا لأنت بالنسبة لي أهم بكتير جدا من العقد أنا بحبك أكتر من العقد خدها يا بابا رح واخده منها اللي حطي إيدك في جيبي ليمين لما حطت إيديها الصغيرة دي في جيبي ليمين رح بطلعها علبة قال لأفتح إيها فتحتها لقيت عقد لولي حر جديد لنج مستنيها قيت له الله ده عقد حقيقي ده بكام اللي مش مهم بكام المهم إن العقدة بتاعك قيت له من إيمتي يا بابا قال لها من أول يوم طلبت منك إنك تديني العقد الفالسو قيت له بابا يعني إيه كلام ده قال لها طول ما تكتش وقدة العقد الفالسو ما كانش عندك العقد الحقيقي عشان كده حبيبتي من أول النهاردة لما تكوني عايزة تكون عندك أفكار إيجابية لازم تخلصي من الأفكار السلبية لما كان عندك أحاسيس إيجابية لازم تخلصي من الأحاسيس السلبية لو عايزة نسكرهم يحبوكي لازم جواكي تبدأي تعرفي إزاي تحبي هذه الزيات اللي دهالك الله سبحانه وتعالى هدية ومن هنا تقدر تيديها للآخرين عشان كده عالمك الداخلي هو السبب في العالم الخارجي مش العكس لازم تعرفي من أول النهاردة إن قدراتك الداخلية هي السبب في كل شيء بيحصل في حياتك علشان كده عايزة تخذي مسؤولية حياتك من أول النهاردة تعرف القصة دي بتفكرني بحاجة جميلة جدا الناس لما تجي تكلمني في تلفون أو تجييني في العيادة أو في محاضراتنا أو أمسياتنا في كل حتة بنعملها حوالي العالم يقولك دكتور أنا عاوزك تساعدني عشان أخلص من حاجة معينة أنا أول سؤال أسأله أي حد يجيلي في أي مكان أول سؤال بأسأله أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن الله هو الشافي أنا مجرب معالج فلما مش مؤمن بالله مش هتخلص لازم تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى أنا وحد مرة جالي وبقوا معاوج عنده حاجة في النيرولوجي يعني عنده حاجة بالنسبقوا معاوج فأقولي دكتور عايزك ساعدني عشان أرجع دهتاني قلت له اسمع أخباركين مع الله سبحانه وتعالى قال لي ولا تعرف أنا تلعبط تبقى لي سنتين ما بعملتش ولا حاجة تقول له جي عندك بقى لها من إمتى قال لي بقى لها سنتين وبعدين رحوا فأل الله تفتكت دي لها دعوة دي قلت له ما عرفش أنت اللي بتقول بس إيه رأيك ترجع النهاردة عندك في البيت وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وتستغفروا وتستسمحوا والله سبحانه وتعالى بيفرح بعبده اللي هو عوز الله يسامحه فأنت ارجع وروح هناك واعمل وصلي ركعتين دول الله سبحانه وتعالى رجع وعمل كده وحس فعلا ببكة حس زي ما يكون بقى له فترة زي ما يكون عارف لما يكون عندك صديق وحشك حس زي ما يكون نفسه فعلا نتكلم مع الله سبحانه وتعالى يومها بالليل راح منه القلم اللي كان موجود بسبب الشدة وقال لما جاي لي قال لي مش معقول القلم اختفى قلت لك رحت لصاحب المعجزات رحت لصاحب الأمر بس قول لي بقى سؤال التاني اتعلمت من كده ايه قال لي تعلمت كتير طوله تعلمت ايه قال لي تعلمت ان انا قدر صحتي ان انا قدر فعلا ان انا قدر علاقة لبيني وان الله سبحانه وتعالى اقدر ان انا عربي ومسلم اقدر ان انا فعلا عن تحكم في نفسي اقدرت حاجات كتير ما كانتش عندي قبل كده طوله خلاص تعالي نوض نشتغل مع بعض هنعمل حاجة بسيطة هنرجع على خط الزمن في وقت من الوقات انا بسميها ساعة الحياة ساعة الحياة قبل سنتين انت كنت كويس قال لي اه كنت كويس تعالي نرجع في الفترة دي وعملت حاجة اسمها استرجاع بالعمر في الاسترخاء التام ونرجع هنا تاني من الاولوجديد ونعمل الاسترخاء التام والنط من فوق التجربة نشوف حيحصل ايه بالنسبة المخ يدوب خلصنا وبعد نرجع تاني تاني يوم وكانت راحب منه تماما قال لك معجزة معجزة انت طلبت المعجزة من صاحب المعجزات اي طبيب في الدنيا بيدي لك اي حبابة حباية وبعدين بيتمنى ان الله سبحانه وتعالى هو بيشفيك مفيش طبيب هيحط لك درعك مكسور ويحط ويشفي على طول بيحط العظمتين مع بعض وبيجبسها وبعدين بينتظر ان الجسم يلحم نفسه بس مي له هلحم لك الجسم هو الله سبحانه وتعالى فالبوس تلاقي هذه القوة الداخلية عندك من زمان عشان كده لازم اسأل الناس اولا اول حاجة هالمهم بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة بعد انك مهم بالله سبحانه وتعالى هل يا طارى بدأت فعلا تاخد مسؤولية حياتك خد مسؤولية حياتك مش العالم الخارجي تاخد مسؤولية حياتك والحاجة التالتة حسنك فعلا تستحق تستحق انك النهاردة فعلا تتعالج انك النهاردة فعلا تشفى طب تستحق إليه إيش معنى تستحق زي ما في سيدة كات مرة قلت لي تعرف دكتور أنا عندي سرطان قلت لي تستحقي إن أنت تخلاصي منه النهاردة قلت لي تعرف أنا فعلا كنت ماشي غلط في يوم الأيام وحسيت إن أنا استحق الإعقاب ما عرفش إلا حصل لي المهم النتيجة إن أنا عندي سرطان تلاقي لي ديك الحق دلوقتي إنك تستحقي إنك فعلا تتعالجي قلت لي تعرف لأن أتحبت جدا لأن أربط أكتر أكتر من الله سبحانه وتعالى أصبحت روحاني أكتر أصبحت بساعد النص أكتر أصبحت فعلا أدركت قد إيه معنى صحيتي وقدي قيمة صحيتي أصبحت فعلا جوايا أكتر أصبح عندي شفافية أكتر أصبح عندي سلام داخلي أكتر زي ما كون المرض ده كان نقطة تحول خطيرة في حياتي قدتني قوة لم أكن أتخيلها إنها موجود قبل كده أنا شخصيا حسيت إن السيط دي دلوقتي ممكن يحصل لها حاجة ممكن أن الله سبحانه وتعالى يديها المعجزة دي عن طريقه مش شرفت أنا عالك ما حدش عالك حد لو كل ما في الأمر إحنا بنيدي شوية حاجات نعرفها الله سبحانه وتعالى بيقارر الشفاء الشخص نفسه يتجه لله بإيمان تام باعتقاد تام وظل حصل مع الست دي وكانت نتيجة ممتازة مش معنى كده أنا ممكن أعالك الحاجات دي لأ دي كانت بتيجي مرة حصلت وفي نفس الوقت هي كنت مستعدة لها تماما عاش كده أي حد يجي ليقولني أنا عايز عايز علاج ولا عايز تشارع أول حاجة مؤمن بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة تحملت مسؤولية حياتك لازم تاخد مسؤولية حياتك أنا قلتها قبل كده أول ما تولدنا في الدنيا اتقطع لحبل بينا وبين الأم يعني ربنا خلقنا أحرار تاني حاجة إحنا لك لازم نرضع اللبن مش الأم بتردعنا إحنا بنروح لغاية الصدر لكن إحنا بعد كده اللي ننازم نمص اللبن وندخله جونا يعني ربنا سبحانه وتعالى حطك في الفعل من أول لحظة لما تيجي عاش الأم تحطك الأرض عشان تمشي بتعمل ايه بتحطك وتسيبك وتثبتك شوية وتتزن شوية لكن إنت بتكمل بعد كده لازم أن تداخد مسؤولية نفسك ولا مس حتمشي يعني معنى كده اتخلقت حر الحبل اتقطع معنى كده أن إنت لمصيت اللبن لما رحت تتصادر الأم ومعنى كده أن إنت لبدا تتمشي يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك حر ومتحمل مسؤولية حياتك ما تروحش تقول أنا رحت للدكتور ده أنا رحت للشخص ده أنا تعالكت من ناس دي كلها وما فيش فايدة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ربنا ويغيرش حد من غير ما غير نفسه لا يغير نفسه لا يغير نفسه بقوم حتى يغيره ما بأنفسه ادى لك قدرات قد كده والواحد يقود يخدها وبعدين يركز على حجم دقيقة ويلغي كل حاجة في حياته ويعنم جي وبعدين تستمر بقانون التكرار لغاية من يوصل المرحلة يصدق نفسه وبعدين نفسه عايش في دوامة بالاكتئاب سيدة كانت هي مدرسة وهناك حصل مشكلة بينها بل المديرة ركزت على المديرة بطريقة سلبية بدأت تتعب نفسيا بدأت تشتكي باستمرار أخذت المشاكل معها لغاية البيت أصبحت حياتها كلها تعبانة نفسيا قررت أنها استقيل ولما استقلت ما كنتش بتعمل حاجة لأنها ماشت واخدت معها كل الأحساس السلبية شاهلة كل الماضي على اكتافها وراحت بيه البيت فقعد ما بتعملش حاجة طول النهار لغاية ما بتعبت وهذا الاكتئاب قعد يتراكم كل يوم يتراكم كل يوم للدرجة كانت ما بتشوفش حد أطلاقا بتتفادى الناس كلها بدأت يجيلها رهبة اجتماعية بدأت مش عايزة تخرج بدأت تخاف من كل شي بدأ المخي ينجحها في الخوف وتخاف من كل شي لغاية ما تعقدت في حياتها وكل ده بسبب ايه حاجة واحدة بس ركزت عليها لغت كل حاجة تانية كويسة في حياتها وبنت على دي عشان كده الواحد لازم ياخد كويس جدا بيركز على ايه مجرد ما تكزت عليها راحت للأحساس على طول المخي يزورك في الأحساس لأن تلوقتي أدركت أنه عندك مشكلة فكرت في المشكلة ركزت على المشكلة لازم تحس بيها وأول ما تحس بيها هتلاقي التحركات جسمك وتعبيرات واجهك وبعد كده هتروح للسلوك فانا ما يجي نفكر فيه هل تساوي كل ده هل تساوي كل ده لما روح يجي يقول لك المسلا عندي اكتئاب لا ده مش عندك اكتئاب أنت عندك تجربة معينة سببت لك فكرة في الاكتئاب ديكك مش معنى كده أن أنا مكتئب لا دي فكرة جات لي والفكرة هتروح تعرفين ساعة ما حد يقول لي دكتور عندي ألم عندي صداعة يقول له حسلك سؤال هل ممكن يكون عندك صداعة وبعدين التلفون يرين وتروح ترد عليه وتلاقي حد من صحابك ما يكلمتوش بقى له فترة وتندمج معاه وتركز عليه تيجي تدور على صداعة لإيه راح قال لي طبعا كلنا حصلت لنا التجربة دي قبل كده على الأل ولا ومرة في حياتنا إيه السبب تركيزك وقدراتك وأحسيسك راحت لمكان التاني خالص لما راح في المكان التاني فقضت هذا التركيز المخ خلقه هو عم مملك دي فلاقيت نفسك تيجدور قبل كده كان عندك واجعة فركزت على مكان الواجعة ركزت على الزمان اللي بيجيك في الواجعة هو ده التركيز اللي بسبب الناس معظم مثلا واحد عندي بموتوريال كلمني وقال لي دكتور بيجيلي صداعة كل يوم الساعة ثلاثة أديت له معهد الساعة تنين الساعة تنين ونص تقريبا بديت له معهد لما جاي ساعة النص قعدنا نتكلم في كل شيء على الصداعة لمدة نص ساعة كده بعدين كل شوية قولي دكتور بص في الساعة الصداعة جاي دكتور بص في الساعة الصداعة جاي جات الساعة ثلاثة أه شفت الصداعة وجهة طلوية ترى جالك ركزت عليه فكرت فيه حطت له مكان حطت له زمان عارف مكانه فين عارف الساعة كان بيجيلك حطت نفسك في قانون التوقع بتحط نفسك في حاجة وتتوقعها وبتتوقعها باعتقاد تام لازم تحصل هي بتحصل كده لأن قانون التوقع تنجزب إليك من نفس النوع وقانون الاعتقاد جزور التوقع فأنت عندك حاجتين في مطالقوة ترتل بيه ما تتوقعش الساعة أربعة بيروحي من الصداعة قال لي بعدها بنص ساعة يعني أنت بتركز من ثلاثة إلى ثلاثة ونص حاجيلك حاجيلك الصداعة قال لي طب أنت هنا في مونتريال ونزلت أي بلد تانية في فرق 12 ساعة وهنا النهار ليه هناك وهناك الليه النهار هنا إيه اللي يحصل راح ساكت قال لي ما عرفش طب راح تزبط هناك الساعة ثلاثة ونص إزايها هناك قال لي ما عرفش طب ما تسيجي نركز على الساعة أربعة بدل ثلاثة ونص مغرض تغيير تركيزه بدأ يحس التحسن ما عملتش مع حاجة لسه ما بدأتش حتى العلاج كل ما في الأمر بدأ نفكر في طريقة تغيير التركيز تغيير التركيز يوصلك لتغيير الأحاسيس لو أنا مدأي من حاجة وغيرت أحاسيسي بفرض ما سر حتى جاء لك على فكرة المدير عايزك وتروح للمدير وتقول ليها عايزني لي ده لأن الإنسان باستمرار يفكر في السلبيات مقدما فأنا رايح لقيت نفسي مدأي أقول نفسي خايف وبعدني لما أروح هناك المدير يقول لي ألف مبروك انت خطت الترقية اللي احنا وعدناك بيها وتلاقي نفسك ايه ده أنا كنت بدأي نفسي على ايه وبعدين وانت خارج تلاقي أحد يقول لك على فكرة البوليس على التليفون بيتك في حريقة تقول الله ايه اللي حصل أحاسيسك عمالة تطلع وتنزل تطلع وتنزل كل يوم السبب ده أنت عمالة تفكر في العالم الخارجي العالم الخارجي حد يقول لك انت رائع تنبسط حد يقول لك انت مش رائع تداي حد يقول لك انت ترقيت الله حد يقول لك ما فيش فتبسط تلاقي الأحاسيس دي بتدخلها في النص لإيه لأنه أول ما تفكر هتركز وبعدين هتتخذك للأحاسيس عارفين حكاية الأحاسيس دي في أربع قوانين في منطه القوة من القوانين العقل الباطن أول ما تركز على حاجة تخذك على طول لأول قانون اسمه قانون نشاطات العقل الباطن يعني نشاطات العقل الباطن أنا قلتها بسرعة قبل كده أن في حاجة في المخ اسمها منطقة المنطق اللي اسمها الريتيكولر اكتيبيتين سيستم أن حاجة في نظام بيعمل لك نشاط قوي جدا ويخلي كل حاجة تفكر فيها تبقى أنت حساس جدا أنك تشوفها في أي مكان فبمجرد ما تفكر في حاجة دايئك على طول هتروح هناك فالقانون نشاطات العقل الباطن لكن أي حاجة تفكر فيها هتبدأ تلاحظها في كل حتة وهتتسع وتنتشر في الوقت بفرض أن أنا بفكر في الاكتئاب هبقى حساس جدا لاي حاجة تخليني مكتئب هبدأ ألاحظ الناس المكتئبين هبدأ ألاحظ الحاجات التي تخليني اكتئب زيادة هبدأ ألاحظ الحاجات التي تدقيني أكتر هو كده هو القانون كده بيشتغل كده وبعدين القانون اللي هو قانون نشاطات العقل الباطن اللي هو بالنجليزي من سميه اللي هو قانون نشاطات العقل الباطن ده هاخدني لقانون بعده اسمه قانون التفكير المتساوي قانون تفكير المتساوي يعني أي حاجة بفكر فيها بتتسع وتنتشر وتخلييني شوف حاجة شباهها كمان قانون تفكير المتساوي يعني مثلا مدام من شخص معين في مكان المخ يجيب لي كل حاجة عن الشخص ويدعم لي رأيي وبعدين فجأة ألا نفسي فكرت افتح حد تاني كمان مدايقني وبعدين حد تالت كمان مدايقني وبعدين حد رابع ولا نفسي المخ والداني في أماكن كتير جدا كل الصور اللي مدايقني تفتحت وكل الفائلات تفتحت النفسي عاد مدايق مع أن التفكير الأساسية أنه في حاجة بسيطة مع شخص واحد لقيت المخرح مفسحني ومدعمني وفتح لي كل الفائلات والصور والتفكير الآخر مدايق هذه قانون التفكير المتساوي فهنا عندنا القانون نشاطات العقل البطن يودينا القانون التفكير المتساوي وبعدين يودينا القانون المراسلات يعني قانون المراسلات قانون المراسلات أكيد أنك بتبعت رسالة لحد لما تيكتبعت رسالة لحد مش لازم أنت تكتبها مش بتفكر فيها فقانون المراسلات بيقولك بيقولك أن العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي قالك يعني يعني كلام ده العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي ألك برمكتك ده ذاتية حتشوف منها في كل حتة في العالم حسب قانون الأوليني أي حاجة ببرمك نفسي بيها أي حاجة بفكر فيها أنا تبرمكت عليها بعملها تلقائية وأنا مشي في الدنيا بإلحزها في كل حتة ده اللي بيحص license عشان كده العالم الداخلي هو السبب في العالم الخريج أهلاً إذا في العالم الخارجي بقى نظامه إيه ألك العالم الخريجي بينعكس على العالم الداخلي مش بيأثر فيه بيؤكده فمعنى كده أن تحديات الحياة لا تؤثر في الإنسان ولكن تظهر ما بيداخله لو أنا مثلا متعود أن أخضب بسرعة أه ما يحصل سواء بالعربي أو بالإجليزة أو بفرنسية أو بأي لغة تانية وأي حاجة حصلت أنا متعلم إذا أتنرفز حتنرفز في أي حتة حدايا في حتة أنا من نوع البكتائب بسرعة أي حتة حروف فيها هلاقي نفسي بدور على حاجة خلينا اكتئب وحكتائب لأن جوايا فايل مكتوب على الإكتئاب أي حاجة تبسطني أي حاجة من النوع البسيط جدا أن أنا أبسط بسرعة هلاقي نفسي أي حتة روح فيها هنبسط بسرعة في واحد شاب صغير راح يقبل سكرات وسكرات كمعروف أنه راجل فالسوف من النوع الساخر وراح قال له أنا عايزة أجعزل هنا في البلد دي أنا سمعت البلد جميلة جدا يا ترى إيه صنف الناس اللي هنا سكرات قال له يتوقف صنف الناس اللي انت سايبهم كانوا أخبارهم إيه فالشاب قال له والله هم متعبين جدا بيلوموا الناس كتير بينقودوا الناس كتير يجيبوا لأي حد اكتئاب فسكرات بابتسامة قال له على فكرة هنا الناس من نفس النوع ما نصحكش تاخد شقة هنا بعدها بنصف ساعة قال له شاب تاني قال له أنا عايزة أعزل هنا وعايزة أجي هنا يا ترى إيه أخبار الناس اللي موجودين هنا فسكرات بابتسامة بسيطة وقال له يا ترى أخبار الناس اللي انت جاي من عندهم أخبارهم إيه قال له والله من نوع البسطاء جدا ناس حبوبين جدا ناس متفاهمين جدا قال له بسرعة خد شقة لأن الناس اللي هنا من نفس النوع هو لك أن يقصد دي ولا يقصد دي كل ما في الأمر أن أنت أفكارك بتنجذب إليك من نفس النوع اللي جواك هتشوف منه من نفس النوع لو أنا من النوع اللي بحقد عن الناس بسرعة مجرد ما عود في أي حتة حلاقي نفسي عارف إذا يحقد هفتش على حاجة وتخلينا حقد تاني من أول وجديد لو أنا من النوع اللي بداي بسرعة بتعصى بسرعة أي حاجة تتقال هاخدها وحولها والمخ يدعمني وحد دائق تاني من أول وجديد يبقى معنا كده التغيير لازم يكون من الداخل مش من الخارج لما حد يقول لك أنا عايز دي يغيرني ولا عايز دي يغيرني ولا عايز حبا يتساعدني ولا عايز حد يعملي التنون بالإحاء ولا عايز يسترخاء تام لا سنة واحدة أنت كل أنت محتاج له تتعلم تستغل لكل القدرات دي وتستخدمها أنت شخصيا داخليا وتوصل لأعلى المراحل في حياتك وتتعلم ازاي تتحكم في نفسك في الحاجات المختلفة وده اللي احنا بنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة فانت ممكن تاخذ من العالم الخارجي أفكار واستراتيجيات وقدرات وتحولها للعالم الداخلي لغاية أن تبقى جزء منك من حياتك وتتمرن عليها باستمرار لغاية أن تبقى تلقائية ودي قوة التلقائية دلوقت تعالوا نشوف قادي قوانين اللي احنا تكلمنا عليها الوقت فاحنا قلنا اللي احاسيس بتتكون من ايه اللي احاسيس بتيجي بسبب التركيز نرجع تاني بفترة حاجة بسيطة إن أنا أدركت حاجة معينة حد قال لي حاجة فأدركت اللي بيقوله وبعد انفكرت في اللي بيقوله ولما فكرت فيه رحت مركز عليه ولما مركزت عليه رحت على طول رايحة وبدأت أحس بيها بدأت أحس بيها على طول حكلمكم بحاجة مهمة جدا اسمها دورة زهنية الدورة الزهنية يعني ايه الدورة الزهنية الدورة الزهنية بتبدأ فوزت هنا الحاجبين من فوق في مكان هنا في نقطة اسمها فوكس بوينت يعني نقطة التركيز نقطة التركيز دي اللي بتجمع المخين الشمال واليمين في نفس المرحلة في نفس المنطقة لو بصيت في النقطة دي تلاقي نفسك ما بفكرش في ولا حاجة محددة لما تنزف الحاجة اللي انت عايزها يزيد تركيزك فانت لما تبدأ من هنا في دورة بتلف وتيجي هنا تاني في اربع دورات من زبزبات المخ الدورة الاولامية العالية اسمها بيتا البي اي تي اي بيتا البيتا دي المخي بيلف من 14 ل 28 دورة في الثانية ووووووووووووو بيدور والدورة دي عالية جدا الدورة دي فيها اننا وانت نتكلم بهذا الاسلوب نتحرك بنفس الطريقة ناخد حاجات من الحد نت perfektار النفل في تليفون بتكتب حاجة معينة الدورة دي عالية جدا الدورة دي أو اللي هي البيتا عندك مؤسرات بتتأثر بيها ممكن فكرة دي لك تدائعك ممكن فكرة دي لك تبسطك والمكان ده أسوأ مكان أي حد في الدنيا ياخد فيه قرار في حياته لأنه أنت بتقرر ممكن مخي جيب لك فكرة من مكان ما ممكن تفتكر حاجة معينة ممكن تلفوني رين فأنت في حال عالية جدا ومؤسرات دي ممكن تتأثر على قرارك الحالة التالية التانية اسمها الألفة الألفة بتبقى نص البيتا تبقى من سبعة لأربعة عشر دورة في الثانية ودي أحسن مكان تاخد فيه قرار في حياتك وهو ده المكان اللي أنت بتسترخي به وهو ده المكان اللي أنت بتوصل للسلام والهدوء الداخلي وده المكان اللي المخ يعرف يعملها طابعيا وتلقى أيا قبل ما تخش يتنام وهو ده المكان اللي احنا بنستخدمه في التنوين بالإحاء بتوصل لمرحلة التالتة اسمها الثتة بتبقى نص بتبقى نص الألفة بدل ما الأولينية أربعشر ثمانية عشرين والثانية من سبعة لأربع عشر التالتة من ثلاثة لسبعة دورة في الثانية يعني معناك ده بتوصل لمرحلة همة من الاسترخاء بتبقى نايم تبقى حاسس بكل شيء ولكن نايم وبش عسسس مع أي حاجة خالص من العالم الخارجي بتلغي تماما العالم الخارجي والمرحلة الأخيرة اسمها الدلتة مرحلة الدلتة المخي بيصل من صفر لغاية ثلاثة دورة في الثانية الدورة دي بتبقى أنت داخل بتسميها الموتى اليومية والصحوة اليومية ودي معجزة لوحدها من الله سبحانه وتعالى إنك بتكون تعبان جدا جسمك مدغدغ وزهنك تعبان وتنام توصل لمرحلة الدلتا الجسم يزبط نفسه تاني من الأول وجديد والعقل يزبط نفسه تاني من الأول وجديد وتقوم الصبح جديد لنج مرتاح تماما وفرش ومنتعش عشان تبدأ تعمل يوم جديد ودي معجزة تانية ربنا سبحانه وتعالى باستمرار بيخديك جليك دند فنيجي نبص الدورة الزهنية بتشتغل ازاي أنا كلمت على الأربعة دول مخصوص عشان تغرف حاجة اسمها الدورة الذهنية تعالوا شو بابيحصلي شخص قال لي حاجة معينة مهما كانت فأنا أدركت اللي بيقوله فكرت فيها ركزت عليها أول ما ركزت عليها لازم تروح لمنطقة في جزء الشمال من المخ طبعا لو أنت بتكتب بيدك اليمين راحت لجزء الشمال المخ لو تكتب بيدك الشمال هتروح لجزء يمين من المخ فحنا بفضل مثلا بمفكر مع جزء اسمها منطقة المنطق المعلومات اللي أنا ركزت عليها هتروح للمكان ده هتتحلل منطقة المنطق اسمها critical factory منطقة منطق منطقة تحليل منطقة تقييم المعلومات اللي أنا خدتها من العالم الخارجي هتتقيم وتتعدل وتتشكل وتتوضب وبعدين أنا خلاص خدتها ففتروح بعد كده للعقل اللي هو عنده مخازن الزكرة تدفع من مخازن يفتح باب يطلع لك مخازن الزكرة فيها كمية الكلمات والمعلومات اللي أنت محتاجها عشان ترد بها على الشخص الآخر وأنا بعمل كده الصور بيحصل إيه تحركات الجسد تعبيرات الوجه الأحاسيس بعدها على طول السلوك الدورة دي أسرع من سرعة الضوء 186 ألف مايل في الثانية الواحدة دلوقت خلينا أهلكوا داينا بسرعة جدا من جديد جالي محتوى معين أول ما جالي المحتوى أدركته وبعدين المعلومات جات لي جات لي للتفكير وراح تراح على التركيز فركزت عليها لما ركزت عليها لازم أدي لها معنى فراحت لمنطقة المنطق وديت لها معنى هناك المعنى اللي هدته لها بيتماشى مع تلقائي ياتيوبر مكتي وقيمي وتكييفي العصبي في كل السنين اللي الفاته دي كلها رجعت لي تاني راحك خلاص المعلومات دي توضابت هنا منطقة المنطق تروح للعقل اللواعي يفتح مخازن السكرة يطلع لك منها المفردات اللي انت محتاجها عشان ترد على الشخص بس قبل ما تروح لازم الوقود اللي جواك يتحرك هتلاقي أحسيسك اتحركت تعبرات وجهك اشتغلت تحركات جسمك اشتغلت وفش ترحلت على الشخص في خلال ما انت بتعمل كده توصل لل توصل للإلغاء توصل للتعميم وتوصل للتخيل لأن أول ما فكر وأنا خلاص فكرت وطيق منطقة المنطق أنا ركزت عليها بطريقة معينة روح تلغي حاجات وروح تمعمل حاجات وروح تمتخيل حاجات ثلاث ساعتها تطلع لك المفردات بطري اللي انت عايزها يعني اي حاجة اي حد يقول لي حاجة وركزت له عليها في دورة بتحصل جوا مخك سريع جدا بأسرع من سرعة الضوء تصور 186000 في الثانية الواحدة عشان كده لو حطيت ايدك على النار تلقي نفسك روح تشال ايدك بسرعة الدورة حصلت على فكرة ان المخ ادركها وبعدين فكر فيها وبعدين نركز عليها وبعدين حلل المعلومات راحت العقل اللواعي طلعها مخزن الزكرة وراح محركك كل ده بسرعة جدا احنا عملين الكلام على العقل الواعي والعقل اللواعي والاحاسيس هاولوك بسرعة العقل الواعي يعني ايه والعقل اللواعي يعني ايه العقل الواعي عنده اربع شغلانات محددة اول شغلانة في العقل الواعي أنه يتعرف على المعلومات أنت بتقول لي حاجة فأنا تعرفت عليها تاني حاجة أنه يحلل المعلومات أنه أنا حللت المعلومة عرفت معانا هي تالت حاجة أنه يقارن بينها وبالمعلومات موجودة في العقل من زمان فأنا قارنت بين المعلومة ومن الماضي فأنا الوقت يتعرفت على المعلومة حللت المعلومة قارنت بينها وبين اللي عندي فبقت عارفا إيه فبياخد قرار هيتصرف إزاي هو بياخد قرار لازم يلغي منها الذي يمعمل فيها ويشوش فيها وتخيلها وبعدين يبعثها العقل اللوعي العقل اللوعي عنده 32 شغلانة نمرة سبعة منهم انه حافظ على جسمك نمرة تسعة منهم التحركات اللي انت بتتحركها وتصرف فيها ده مش كده وبس ده العقل اللوعي عنده كل مخازن الزكرة وهو تلقائي مبتكر وصامت فانت بتروح كل المعلومات دي هناك يروح فاتح مخازن الزكرة يطلع لك منها المفردات يحرك لك جسمك كعبرات وجهك والأحاسيس تروح تطلع تلقائية بالنسبة للعقل الواعي وترد على الشخص الآخر او تتصرف اذا كان حد هجم عليك او مثلا كلب لقيته بتخطم الكلاب تروح جالي بسرعة من غير ما تفكر كل ده حصل لك بسرعة تلقائيا وده معجزة من الله سبحانه وتعالى عشان البقاء عشان تقدر تحمي عن نفسك ادي الدورة الزهنية في اللي بيحصل للوقتي انا عاد فكرت في حاجة دايقتني يا دوف فكرت فيها المخ يعمل لك كل الدورة دي وتلاقيها بدأت تبين على احاسيسك حتبين على وشك حتبين على تعبيراتك ساعات ممكن نشوف حد يقولك تعرف بيين عليهم بالدايق عرفت ازاي لان شفت الاشعاع طالع على وشه مثلا وشه بقى احمر شوية او تقول شخص ده تعبان نفسيا مثلا وشه ابيض خالص مفيش دم في وشه فتبص لقيه بتتعرف عليها اصدق اوشعاع جاء منين جاء من الاحاسيس الاحاسيس جاءت منين جاءت من التركيز والتركيز جاء منين جاء من التفكير والتفكير جاء من الادراك فكل واحدة عملت تغذك عشان كده احنا قلنا انحنا نروح مع بعض في رحلة كل واحدة بتوديك للي بعدها وان شاء الله منتكلم بعدين في حاجة اسمها الالم والسعادة لان بعد الاحاسيس لازم تروح في مكان يما هتروح للالم يما هتروح للسعادة يما هتتفادع حاجة يما هتقرب من حاجة لغاية ما نكمل شوية شوية لقانون الاعتقاد وقانون التوقع وبعدين نخش في الفعل وقانون الالتزام لغاية ما نوصل ان احنا فعلا اقدر اعيش حلمي دلوقت الاحاسيس دي بتتراكم وبتتخزن وبتتصل ببعضها وبتسبب امراض نفسية وبتسبب امراض وضوية انا كلام تعمل كده في التفكير ازاي التفكير ممكن تسبب الاحاسيس اول ما سبب الاحاسيس على طول الاحاسيس ممكن تتراكم لان اول ما احاسيس تتراكم تتراكم يعني طول الاحاسيس قوية جدا لان فيه كمية دم عالية معها أفكار كتير في أحماض بتضرب في مكان ما فممكن تسبب لي الأمراض الأمراض النفسية والأمراض العضوية ده في حاجة تانية بتسببها في حاجة اسمها سكاتوما علماء النفس بيسموها سكاتوما يعني سكاتوما اسمها الإلغاء أو بنسميها blind spots يعني الواحد بيحط المخه أمر مباشر بحاجة محددة أنه مش شايفها أو شايفها دلوقت هل ممكن أنت تخش مثلا مطبخ مطبخك وبعدين بتدور على الملح والفلفل ومش لقيه وتقول أنا مش لقي الملح والفلفل فين الملح والفلفل ملح والفلفل كان هنا مش لقي الملح والفلفل وبعدين تيجي مثلا زوجتك أو زوجك ولا بدور علي قوله بدور على الملح والفلفل يروح مسكهم من قدامك وحطوا أهم هل حصلك حاجة كده لأنك قدت أمر مباشر للمخ أن أنا عاوز الملح والفلفل مش شايفهم بالعنين دي لكن المخ فتبصت لا أنت ما تشايف فتقوله فالمخ يقولك مفيش بالنسبة لك النهاردة ملح والفلفل لأنك قلت لي أمر مباشر أني مش شايفهم دعنا سيبها بقى في الحياة أنا قلت العقلي أن أنا تعيس العقل هخليني أشوف فقط التعاسى والغير كل حاجة تانية فيها سعادة لأن دي سكاتومة أن أنا بوصل لمرحلة أنا مكتئب لقيت أنا مكتئب يعني في كل مكان وفي كل وقت وفي كل موسم وفي كل بلد والصبح وضهر أو بالليل مهما تكعل حالة النفسية مهما كان الطقس دي أنا مكتئب لأن فاكرين لما قلت الأحاسيس بتطلع مع حاجة اسمها حالة التواري الداخلية الأحاسيس مع الفكرة الفكرة مع الأحاسيس اللي اتنين بيرتبطوا ببعض بيرتبطوا ببعض بإيه تنفسك بيتغير تحركاتك بتتغير تعبراتك بتتغير الفكرة بتزيد قوة توصل لمرحلة في الآخر لنفسك تعبان عشان كده بولي ناس خد بالك كويس جدا أنت بتفكر في إيه خد بالك كويس جدا أفكارك عاملة إزاي في فعلك والفعل تطلع بعد كده ممكن تندم يعني ممكن تطرد حد ولأنك متدايق وبعدين ترجع تندم ممكن تقول كلمة وتدايقك وبعدين ترجع تندم وتعتذر في ناس كتير جدا كده وتلاقي نفسك في دورة اسمها الدورة السلبية أنك بتقول حاجة وبعدين تزعل وترجع تاني وتندم وتلاقي نفسك الندم موجود وما تقفلش وترجع تاني تغلط وبعدين تندم في دورة سلبية ملاش لازمة عشان كده لازم تعرف تفكر أنا بقدرك إيه وبراكز على إيه في حاجة اسمها اسلوب الهروب أو الهجوم الكلام ده من الأيام زماني وقام الإنسان الأول الإنسان الأول اتعلم الهروب أو الهجوم عشان البقاء أن يكون ممكن قاعد وبعدين كانوا قاعدين مثلا هو وزوجته أنا بسمهم بسمهم زوجه وزوجورينا وبعدين قاعد مع المدام زوجورينا وبعدين فجأة سمع بوم 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 وبعدين ما حدش فيه متحرك وبعدين فجأة لقى المدام بقت عشا لهذا المخلوق اللي اسمه الديناسور واخدها وجرة فهو اتعلم بعد كده لما يسمع هزة في الأرض يجري فدي اسمها الهروب أو يلاقي حد حيوان زغير بيهجمه يجمع ليه فدي اسمها الهجوم تخيل حكاية الهجوم والهروب دي عشان ندافع عن نفسنا عشان ندافع عن حياتنا تخيل بقى حد يبصلك ويختلت معك في الرأي تروح مطلع نفس كمية الأحاسيس السلبية والأدرينالين عشان تدافع عن نفسك اكي انك بزفت بصدق بدافع عن نفسك من حد حتى على دماغك مسدس ولا حد بيهدد بقاءك فما تستهلش اطلاقا بتطلع كمية من الأدرينالين خطيرة تبص لها القلب بيضعه بسرعة تلاقي عندك طاقة زيزة عن نزوم عندك قوة زيزة تبشعارف جات منين عشان تعصب جهاز العصبي كله بقى محطوط في حالة انزار جهاز المناعة محطوط في حالة انزار لو دخلت لوقت شوية انفلونزا يعدوا بسرعة فعشان كده لم يقولك ان النرفازة العصبية والتفكير السلبي ممكن ينصلك للسرطان السبب انت خليت جهاز المناعة وجهاز العصبي وافكارك كله مشغول معاك فعشان مشغول بيدفع عن حاجة بسيطة جدا عشان حد مختلف معاك في رأي او قالك حاجة مش حقيقة بالنسبة لك وعملت دافع عن نفسك فالبوس تلاقي كله مشدول عشان كده لقي الشخص ممكن يكون بيترحش اهم اداي او قعد مكتئب وبادل نفسه احساسه بدأت تبوس تماما تخيل هل تساوي هل تستاهد عشان كده الواحد اللي ميعد يفكر يقولك لا ما استهلش عشان كده في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لنا سهر عشان نهدي في اللعب تهدي في اللعب شوية بدل الجري جري جري وديني عملا تجري بالابتكار وبالسرعة لازم اوصل لمرحلة اقول ثانية واحدة انا فين من كل ده لازم ارتاح حبة لان طول ما انا عملا اجري 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 وعملا افكر ورد على ده برجع بالليل ميت وتعبان تماما وفي ناس ممكن تنام عشر ساعات ويقوم تعبان جدا لسه ايه السبب حاكتين الاكلة بالنوم لانك اكلت اكلة كبيرة والمخ بينزل اكتر من تمانين في الماء من الدم في المعدة عشان تهدم فتقوم الصبح تعبان او فكرت افكار سلبية قبل ما تنام والمخ هشغلها لك تقول لي ليه لان عندك عقل من العقول الموجودة عندك انت عندك العقل قداماني واللي في النص والوراني في منهم واحد يتعمسين العقل اللواعي مسؤول عن ضربة قلبك وانت نايم كل حاجة جوا كل حاجة جواك عن درجة حرارة جلدك وجسمك وعن الكبد وعن الكلة وعن القلب وعن المعدة يشغل عنه بشغلهم كلهم ده صحي فانت بتخليش تغل اديت له فكرة سلبية يحطها لك مع كل شغلات وتقول الصبح مدغدغ عشان كده بقول للناس باستمرار خدوا بالك بقول لكم باستمرار خدوا بالك ما تفكرش حاجة سلبية اطلاقا قبل ما تنام خلي افكارك قلبي ما تنام تكون افكار روحانية قرب اكتر من الله سبحانه وتعالى عشان لما تنام الله أعلم يشيك اللي عزيزة تكون اخلاصة بحياتك خليها تبقى نظيفة اطلب الله سبحانه وتعالى التسامح سامح الناس كلها ريح نفسك ونام بسهولة جدا اكنك بيبي اكنك تفل صغير طب الاحاسيس دي بتيجي من اين احاسيسك بتتكون من ثلاث حكاس قصية طبعا كل برماركتك اللي انا كلينت فيه قبل كده الاحاسيس بتيجي من الزاكرة او تيجي من الادراك او تيجي من التخيل الزاكرة بجيبها من الماضي ان اروح للماضي المخ يزور لي الماضي يجيب لي منه احاسيس سلبية او افكار ديقتني وفي برنامج في فايل بحاله في مخزن في بيت موجود هناك المخ يوديني هناك وبعدين يجيب لي الاحاسيس بالفكرة الوقت الحاضر مفوش مشاكل خالص الوقت الحاضر مفوش مشاكل خالص الوقت تقول لي ازاي انا عندي مشكلة المشكلة حصلت من ثانية الوقت ده مفيش في حاجة انت هتجيب الثانية دي تبقى دلوقتي فاللحظة اللي بعدها مفيش حاجة انت بتجيب الماضي ودجيبه معاك لكن اللحظة دي دي فيها اللحظة اللي بتلاقي فعلا فيها انت معاك فيها الله سبحانه وتعالى لما تقول الله اكبر في اللحظة دي في الوقت الحاضر ما بتقولهاش في الماضي ولا بتقولها في المستقبل فالماضي جيب لك كل الإحباطات وكل العرف كل التجارب والخبرات اللي ما تقفلتش اللي ما تحاولتش المهارة ما تحاولتش القدرات فضلت زي ما هي مشتعلة عارفين الموخ بيشتغل ازاي العقل البشري بيشتغل بشرائح أكين سلايد عارف سلايدز أكينك في فيلم شريحة 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 لما في حاجة تلتهب بتخرج برا ما تراحف الفجوة دي الفجوة دي موجودة اللي بره دي لازم تخش تاني ويمشي المخ كله لكن اللي بره دي مستنيه هنا بره اللي بيحصل دي برماجة دي فكرة فيها روابط معينة أول ما يحصل رابط من دول يرجعلك تشتعل وتحسزك تاني بالإحباط فدي موجودة في الماضي دي ما تقفلتش ما تراحتش عشان ترجع مرتاحة تاني فأي تجربة ما تقفلتش هتصطادك يعني هتصطادك هتطلع لك تاني في المستقبل هتطلع لك في أي وقت هتطلع لك في الوقت الحاضر حبان عليك حبان على حسيسك حبان على أفكارك حبان ممكن تلاقي نفسك قاعد وحاسس انك من دائما غير سبب ممكن تلاقي نفسك حوليك ناس كتير وحوليك حاجة كتير حوليك وعندك كل شيء لكن حاسس بالوحدة حاسس انك تعبان نفسيا حاسس انك عاوز جديد عاوز تغير فتبصت لقي الماضي ما تقفلش الماضي مرتاحش الماضي السندوق ده اللي مليان خبرات وتجارب بسمية ثروات الانسان قدرات الانسان كلها موجودة في الماضي لما الانسان يركز عليها انها سلبية تبصت لقي روح واخد كل الماضي واخد كل السندوق وروح شده معاه وجايبه في الوقت الحاضر وبعدين يدركها هنا في الوقت الحاضر فانا عندي الزاكرة والإدراك والتخيل اللي حاولين للمستقبل وعلى فكرة للمعلومة ان الاحباطات ما جدش مستقبل الاحباطات تجيلك من البرمجة الذاتية اللي هي الماضي اللي هي الزاكرة القلق هو اللي بيجي المستقبل السبب حاجة لسه ما حصلتش حاجة يمكن تحصل فانا بفكر فيها مقدما وبفكر فيها ان احتمال مقدما من غير محاولة حلها لكن احسي بالإحساس السلبي طالما احسي بالإحساس السلبي جبت المستقبل بقى هنا في الوقت الحاضر واروح للماضي اجيبه هنا في الوقت الحاضر فلا نفس واقف بين الاثنين اكتئب بين الاثنين فالشخص ممكن يوصل لمرحلة من الاكتئاب الشخصي بسبب ايه بسبب حاجة جبتها من الماضي وروح تتخيلتها في المستقبل جبت النفسي احسي السلبية وجبت النفسي قلق اكتئبت وبعد الواحد الميجة عايزة تعالج من الاكتئاب الماضي زي ما هو ملموخ حيزور حيزور ما انت عندك الحبوب ممتازة هتريح لك بس الجهاز العصبي بس انت عملت ايه انت مجارب مدفوق هتبص تلاقيه الماضي زي ما هو والمستقبل زي ما هو اذا كانش الماضي يتنظف تماما والمستقبل يبقى واضح الحاضر حشكرا بقول للناس باستمرار وبقول لك باستمرار لازم تنظف الماضي وترتب الحاضر وتنور المستقبل فتبص تلاقي خط زمنك رائع لما المخ يروح يزور الماضي يلاقي خبرات وتجارب ومهارات تعرف ساعة الواحد فينا واحنا صغيرين كلنا حصلت لنا الفكرة دي وبعدين خلاص اتعلمت لك ما تحطش ايدك تاني في النار وتعلمنا خلاص دي فيها خروج دي فيها غلق اغلاق هل يا ترى حصلت لك دي وانت عندك اربع سنين لوقتي عندك تلاتين سنة لما المخ يزور التجربة دي هل بترجع تاني تقول اي وتوات تشتكي او توات تصرخ وتبكي طبعا لا ايه السبب لانا تحولك لمهارة المخ اللي ما فكر فيها اتعلم ما يحطش ايده تاني في النار لكن الناس في الاحسيس اللي هي احسيس داخلية حتى مش فيزيكال يعني احسيس تكون جسمانية لا يروح للماضي وجيبها بحالها يجبها باحسيسها ولما بجيبها باحسيسها يحس بيها في الوقت الحاضر فلما حاجة كتموجدها هنا وروح تشادد احسيسها بالفكرة بقت دلوقتي ايه السبب؟ لان احسيت بيها طبعا ما حسيت بيها دلوقتي اصبحت فكرة في الوقت المخ فاصبحت ادراك ولما بصيت على المستقبل لقيت المستقبل هو ارجع كتاب زي ما اصلا واحد تقولي زي دكتور انا الماضي بتاع ضعيف جدا وزوجي بتاع ابني جدا في الماضي ومش شاف نفسي في المستقبل اهيقلتها على طول الماضي ضعيف على طول راحت في المستقبل فاكتعبت لان الاتنين ضعاف طب اروح فين اذا كان ما فيش الماضي وما فيش المستقبل طب اروح فين الواحد لازم يعيش في اللحظة دي يعرف ينظف الماضي يعرف يرتب الحاضر ويرعى في يبني المستقبل ففي الحالة دي المستقبل بالنسبة له يبقى مشرق لما نيجي نتكلم على الوقت والوقت الزهني عندنا وقت معين بنسميه الوقت الزهني ووقت تاني بنسميه الوقت النفسي الوقت الزهني والوقت النفسي احنا عارف عندنا الوقت الحاضر عند الوقت الساعة كذا لما تروح للوقت الزهني زهني ممكن يوديك اي حاجة في اي مكان في اي حتة الوقت النفسي ان الموقع يغدك في وقت محدد من الماضي ويروح مستريح هناك ويطالع لك كل التجربة يجبها لك ثاني من الأولوجديد ويرح تطالك في الوقت الحالي اللي هو الساعة اللي احنا نعرفها فممكن للوقت الزهني يفكر يروح للوقت النفسي يأخذك لآخر الدنيا ويعيش التجربة ويجبها ثاني هنا في الوقت الحاضر وتلاقي نفسك عايش في الوقت الحاضر اللي هو الوقت الساعة اللي احنا نعرفه فانت تدرس لقى الوقت ده أعمال عشقية تقول لي حد في الدنيا فكر في حاجة بلاقي من الماضي يليها واتول فكر في حاجة نفسها التعمال في المستقبل ممكن يفكر فيها زي كان عارف أهدافه فالإنسان ممكن دي اسمها الوقت الزهني والوقت النفسي لكن الوقت الحاضر هو دلوقت فلا ممكن أحدد أهدافي ممكن أحقق أهدافي أنا بحددها في المستقبل بس أنا عايش دلوقتي فالناس ممكن بتجهز للشمس بتاعة بكرة من غير ما أحس بدفقها بتاع اليوم وبعدني يروح للماضي من الماضي خلاص رح وانتهى اتعلم من الماضي فتوصل لنفسك عمل تكبر من الماضي بتحترم هذا الماضي تعرفين أنا بقول للناس باستمرار خذ بالكم الحاجة مهمة جدا أنا بقول لك كمان باستمرار في أي حتة في العالم شفت أكتر من خمسمائة ألف من أهداف في محاضرات حول العالم ده غير الماليين عن طريق التلفزيونات إن أنا بوصل لنفسك حاجة مهمة جدا خذ بالك من تركيزك أول ما تركز أعصابك وشعورك هتشتعل ولما تشتعل هتعرف في مكان يا ما في السعادة يا ما في الألم وحتلقها بتتراكم وتبقى تلقائية وبعد كده تلقى نفسك أعاد لوحدك ومتدائي أو حدي بتعامل معك وتتنرفز بسرعة من غير ما تحس عشكرا أخذ بالك كويس جدا أنت بتركز على إيه لما نجي نتكلم على شوية مبادئ بالنسبة إزيه ممكن أزبط الأحاسيس أول مبدأ من المبادئ دول إن هناك حلا روحانية لكل مشكلة في حل روحاني لكل مشكلة ربنا سبحانه وتعالى اجعل لكل شيء سبب فكل شيء له سبب لو رجعت للسبب وحلت السبب المشكلة وقعت أنا باستمرار بفكر إيه الحاجة اللي ممكن لو وقعت كل حاجة توقع معها إيه الجزور الممكن لو تعالجت كل وقع ففينا بفكر مثلا أكن الإنسان أي مشكلة في الدنيا أكنها عبر عن شجرة الشجرة دي فيها الجزور فيها البزور الشجرة نفسها هي الاعتقاد الفروع هي السلوك فالناس بتروح تعالج السلوك حاد عايز يبطل التدخين يروح رائع يروح السلوك فيبطل ويرجع تاني حاد عايز ينزل وزنه ينزل ويرجع تاني حاد عايز يبطل عصبية يبطل شهر رمضان ويرجع تاني عشان الجزور القيم ما عادش في الدنيا ممكن تغير غالب تكون أبنية على قيمه لازم الجزور نفسها تتلمس عشان كده التغيير بيوصل من تحت مش من السلوك فالما يجي مفكر في هذه الطريقة تركيزي راح فين لازم أغير تركيزي لازم أغير صورتي الزاتية لازم أغير اعتقادي الزاتي لازم أغير القيمة اللي جواها معها إلا ما تستهلش تهرف حكاية القيمة دي أنا أفكر مرة كنا في كنا في مونتريال معزومين عند حد من ال كان في رمضان وبعدين وحنا مستنيين الفطار وبعدين سمعت وحدة بتشهق شهق جامدة جدا افتكرت حد يالو سكت قلبية رحنا جدا على المطبخ لقيت واحدة وقفة مبتسمة عادية جدا وبعدين بتعمل ملوخية فبعدين بقول لها شوف تحمل ايه اكل بعمل ملوخية ايه الشهقة دي اكل شهقة لازم الشهقة شهقة مهمة جدا وقت لها ليه عشان التقلية بتاعت الملوخية لازم 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 أطلع الشهقة لو ما تعملتش ما تطلعش الملوخية مظبوطة وتسوروا انها دكتورة في جامعة كونكورديا يعني مصيبة تمص لقلت لها اتعلمت الشهقة دي منين قلت لي ما ماما شهقة تجيب من الشهر يعني يا سلام فدي قيمة مثلا فيك زور معينة اذا كانت تعمل ملوخية بالشهقة ما بقاش في تقلية التقلية بازة الملوخية ده اعتقاد ده اعتقاد اعتقاد بسيط لكن كبر مع الشخص وبدأ يعيش بيه ويعيش بيه وتبص لها لو رح فيها حتة لازم تشوف اذا كان الشهقة ما تعملش يبقى الملوخية مش كويسة لو خدت دي وبنيت عليها حاجات في حياتنا ان الشخص عنده اعتقاد معين وحنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في حلقات تانية فقوة الاعتقاد ازاي الاعتقاد بيتسبب في كل شيء في حياة الانسان بس بدأت منين بدأت من الادراك هو برمكتك تلقائية جالك الادراك وبعدين الافكار وبعدين التركيز وبعدين الاحاسيس وبعدين الحكتين القوتين اللي بيؤثروا في الانسان اللي بيتحكموا في مصير الانسان هنتكلم عليهم بالتفصيل لسمهم ألم والسعادة ودول فيهم رابط زهنية هنتكلم على رابط الزهنية وزي ممكن نحطم رابط سلبي يكون عندي من الماضي ازاي ممكن نحطم هذا الرابط السلبي وبعدين ممكن هذه القوة الرائعة وروح بها بعد كده اننا نبص في قوة الاعتقاد من قوة الاعتقاد لقوة التوقع من قوة التوقع لقوة الفعل من قوة الفعل لقوة الالتزام لغير ما توصل ازاي ممكن تزحي المارد اللي جواك وتعيش حلمك بس لازم الأول جزور كل اللي احنا بنتكلم فيه ده جزور الواقعة جزوز القوة الشخصية جلية جزور ما نسميها القوة الزاتية فهناك حالا روحانيا لكل مشاكل حياتنا الحاجة التانية افتكارها باستمرار انت مش احاسيسك انت مش احاسيسك يعني فرق بينك من احاسيسك انا احاسيس كتير لما حدولك انا مدايق لا سني واحدة روح جسد عقل أحاسيس الأحاسيس جزء منك والأحاسيس فيها ألفات من الأحاسيس جواك في ألفات من الخلايا لما تقول انا مدايق يبقى انا روحانيا وانا ذهنيا وانا جسمانيا وانا حسيا وانا شعوريا وكل الحواس الخمسة والجهز العصبي ده كل ده فأنت مش احاسيسك ففرق بينك وبين احاسيسك تقول انا عندي مشكلة في مشكلة معينة مدايقاني المشكلة دي هي كده هلوك على حاجة مهمة جداً مهمة جداً للحتة دي أول ما تقول أنا المخي عمم هالك في حاجة اسمها كوانطم يعني بعد الكون كمان بتبقى بالزبط بالزبط كده أول ما تقول أنا متدايق بقت في كل مكان وفي كل زمان وفي المادة وفي الطاقة وفي أي وقت وسواء الصبح أو ظهرة أو بالليل أول ما تقول أنا حاجة بعد الآن تنتشر وقت التاسع تبقى أكبر حاجة ممكنة لكما تقول أنا عندي حاجة محددة الحاجة المحددة دي هنا في سلوك مدايقاني بسبب لي أحسيس محددة بيدايقاني فتلاقي المخي عمال يحدد 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 لغاية ما يخليها صغيرة قد كده لكن الآن قد كده لكن الموضوع ده صغير جداً وما يصحقش يكون أكبر من كده عشان كده باستمرار فرق بينك وبين أحسيسك أنت لست أحسيسك أنت أقوى وأعظم من مجرد الأحسيس اللي هي تبرمجت بسبب أفكارك ممكن أغير الأفكار وغير التركيز وغير الأحسيس وأنا زي ما أنا أوزل المرحلة أنا فعلاً أحسن مخلوق خلال الله سبحانه وتعالى أنت مش أحسيسك فلازم تعرف أول حاجة أن هناك حل روحانياً لكل مشاكل حياتنا هتلاقي حل روحاني عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لك من يتقل لها يجعل له مخرجاً وكمان يرزقه من حيثه لا يحتسب من يتوكل على الله فحسبه وأن الله يحب المتوكلين بيحبهم يحب اللي بتوكله عليه فلما تتوكل لله سبحانه وتعالى يقول لرب أنا متوكل عليك هتبص تلاقي المخ العقل اللي باشي ربنا يفتح عليك وتبص تلاقي زهنك يتفتح وتلاقي حل روحاني يخشي لك هنا من فوق من مركز طاقة اسمه الطاقة الروحانية أو الطاقة التهجية تبص تلاقي نفسك بيلك أفكار جميلة جداً تعرف حال ممكن تكون نايم بالليل وتصحب الليل تلاقي حل المشكلة كثير بيحصل لنا وبعدل لو نمتي تاني تقوم الصبح تلاقي مش تلاقيها العقل الوعي هما سبع معلومات العقل الوعي الوعي هما سبع معلومات لما تقوم الصبح مش ممكن تلاقيها بالعقل ده هي موجودة في عقلي مسؤولة عن أحسيسك واسترخائك عشكرا باستمرار خلي ورقة وقلم جنبك قبل ما تنام لأن لو جاتلك فكرة جميلة اكتبها لطول دي هدية من الله سبحانه وتعالى ممكن تحول حياتك 180 درجة فافتكر باستمرار هناك حل روحانياً لكل مشاكل الدنيا ارجع لله سبحانه وتعالى حتلاقي الحل هناك بعدها على طول فرق بينك وبالله أحسيس انت مش أحسيسك لازم أولاً عارف لما تقول أنا مش أحسيسي معناها إيه إن أنا حاجة معجزات بمعجزات الأحسيس دي حاجة نتبرمجت بيها فباستمرار فكر بهذا الأسلوب الحاجة الثالثة من دمن المبادئ إن أقولت لك هناك حل روحانياً لكل مشكلة انت غير أحسيسك ركز على الرسالة يعني ركز على الرسالة كل مشكلة في الدنيا جواها الحل فكر فيها كل مشكلة جواها الحل عشكراً بقولك في واحد اسم نورمان فينسين بيل اللي هو كتب كتب اسمها التفكير الإيجابي أو The Power of Positive Thinking التفكير الإيجابي يقولك إيه قالك كل مشكلة تحتوي في جزرها على الحل بتاعها كل مشكلة بتحتوي على الحل قالك إزاي المشكلة عبارة مجموعة معلومات مجموعة أفكار لما تبص تلاقيه كونتهم بطريقة مختلفة تطلع لك الحل والدليل على كده إن بعد فترة معينة بتلاقي الحل بس مش تلاقيه دلوقتي ليه لأنك تركز على المشكلة كمشكلة أصبحت أنت جزء من المشكلة أصبحت جزء من المشكلة مش جزء من الحل لكن أول ما توصل تولأ ثانية واحدة أنا عاوز أحلها فبتنفاصل عنها وبتخرج عنها وبتبدأ تحلها على فكرة مهمة جداً لحاجات الانفصال واتصال الانفصال واتصال تعرفوا اقتار الموت اللي هو اسم الرولر كوستر اللي هو ينط ويطلع ويجري وبتاع وانت جوا حاجة وانت بره حاجة تانية خالص وانت بره بتتفرج من بعيد فأحسيسك منفاصلة وانت جوا أحسيسك متاصلة أنا أفتكر مرة كنا في مونتريال في مكان كان في الصيف وكان عندنا حتة اسمها اللاروند وراحين في حتة هناك عشان لقينا اختار الموت كنا حوالي ثلاثين واحد وكلهم قالوا لي دكتور لازم تطلع معنا لو ما تطلعش عيب ما عملت تكلم ناس في القوة الزاتية أنا قلت ماشي بس أنا عمل أفكر عمل أبص إلي طلعني فوق يعني إلي خلي مخ ينزل تحته ويهزولي كده وتروح مني كل المعلومات إلي إلي طلعني فوق أنا جنيت المهم كل واحد عنده قيمة مختلفة أنا مطلعش الحكاية دي أبدا المهم كلهم طلعوا وانا طلعت وبعدين كانت طلع بت الحلال كده كويس قوي ما كفيش أي مشكلة وفجأة مش تنزل مساء كده راح تنزل كده عموديا ونزل بسرعة وراحت شمال ويمين تحس إن لسانك نزل ووصل الوحف أفاك ودانك وسنانك وسنانك ونزلت فركابك وبدأت تترعش وزعتها تأعرب أكتر من الله سبحانه وتعالى وتقول له يا رب لو نزلت حي حبقى جود بوي حبقى إنسان طيب جدا 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 لغاية ما موت بس انزل حي يدوب نزلت وأنا دايخ وتايه وبصيت لقيت ناس تانية راح تجري عشان تركب كمان مرة قلت معقولة لأنه نبيز باله قيمة مختلفة قالوا للي تطلع تاني قلت لهم لما تحلفوا مش ممكن اطلع قن ولا يبص واحدة تانية لإيه تاخدك وتلفك تبقى راسك تحت ودمغك فوق وبعدين تلف بيك قال لح طب ليه تبص لقى في ناس بتتمتع بكده لكن أنا عايز مخي زي ما هو عشان أعرف لأنا بفكر بيساعد زي ما ألبرت جوردني برناتشا قال لك أنا عملتها عملتها أن أنا مشهورة عالميا لأنا بفكر مرة ولا مرتين في الأسبوع لأنا معظم الناس ما بفكرش خالص ولو شلتني مخي خلاص ما فيش فعش كده لازم نفكر أن هناك حلة روحينية لكل المشاكل أن أنت مش إلى مشكلة خد بالك من الانفصال واتصال انفصل عن المشكلة انفصل عنها ازاي أن أخذ نفس عميق وطلعه شوية شوية وأنا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبعد ركز ركز على الحل ركز على الحل ركز على الحل ما تركزت على المشكلة لو ركزت على المشكلة كمشكلة ودخلت جواها بأحسيسك أصبحت حواليك أصبحت حواليك وأنا عجبني جدا الدكتور مصطفى محمود من أول الناس اللي أنا قريت لها لما كنت صغير كتاب قال له رأيت الله قال لك أن جوا مش ممكن تحل المشكلة وانت جواها لازم تحل المشكلة وانت خارجها وطبعا لما جاءت العلوم الحديثة قال لك الانفصال واتصال فرحنا بيهم جدا لكن حتبص لها موجودة في القرآن موجودة في الأحاديس موجودة في الله عارف في الثروة العربية فتبص لأيه عندنا دكتورنا من زمان قال لنا الكلام ده وإحنا سبناها على جنب لكن لما تيجي العلوم الحديثة نبص لها عشان جاية من الخارج فقلنا آه طبعا آه طبعا مهم جدا أول حاجة الأكسوجين لأن المخ بتغذى عليه فلما تأخذ نفس عميق وطلع الزفير وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهنا تبدأ تركز عاديك دلوقتي خطة متكاملة إذا ممكن تتحكم في شعور رقق أحاسيسين أول حاجة الإدراك عايزك تدرك أنت فين دلوقتي عايزك تدرك أنت بنعمل لي دلوقتي عايزك تدرك أحاسيسك فين عايزك تدرك أنت تفكر إزاي أول ما تفكر وراح للأحاسيس عايزك تدرك هنا خد بالك لازم تدرك طب أعرف كده إزاي أحاسيس دعبانة أن أنا مش متازن في حاجة نفسي مش مظبوط في حاجة غلط حعرف أن أنا مديهة ولا لأ أول ما تدرك أنت مديهة ولا لأ بتمسك هذا اللس الداخلي اللي بيسرق منك كل الوقود بتاعك ويحطه في مكان مش مفروض يحطه لأن حيخذ في مكان بعد كده لسه ما كاملناش إحنا المحطات هتلاقي نفسك بعد كده بتوصل للتحاسة أو توصل تقول فشل إيه السبب؟ بسبب الإدراك اللي وصلني للتفكير وصلني للتركيز وصلني للأحاسيس أخذني في مكان في الألم أو السعادة خلاني عندي رابط ذهنية خلاني اعتقدت خلاني توقعت أصبحت غير ملتازم بس بالعكس أصبحت ملتازم لدي تخيلوا أحد ممكن يكون ملتازم بطريقة سلبية طبعا بيعملها باستمرار طبعا بيعملها باستمرار يبقى ملتازم فيها عشان كده أخذ بالك من الاتصال واخذ بالك من الانفصال أول ما تتصل لاحظ فأول حاجة الإدراك الإدراك إنك تدرك أحاسيسك تاني حاجة القرار إنك تقرر إن من أول النهاردة هتتحكم فعلا في أحاسيسك لأنك بتقدر تحكم فيها بتقدر تحكم فيها باستمرار أقول لك حاجة لو أنت مثل عامل وعندك رئيس مجلس دار قال لك كلمة دقيقتك هل حترده دعني؟ هتلاقي طبعا موضوع ألوز كنت عايز تترفض طبعا هتلاقي نفسك لأ إيه السبب؟ مسكت نفسك يعني بتعرف تمسك نفسك بتتعلم تفسك نفسك في رمضان تمسك نفسك ليه؟ لأنك عارف إنك مش عايز تغلط مش عايز تفقد سيامك مش عايز تده شهر مبارك أنت كلنا كل الدنيا الله سبحانه وتعالى مجاهزك لهذا الشهر فتبص لأي بتخص بهذا الشهر أنت عندك رابط روحاني الرابط ده مش عايز تفقده عشان كده ما بتغلطش فلما تصل لمرحلة تقول أنا عايز أعرف إن أول حاجة عندي إدراك تام تاني حاجة قررت فعلا أن أنا أتحكم في شعوري وأحسيسي وثالث حاجة حركز على الرسالة اللي موجودة في التحدي الرسالة إيه؟ يا طارع إيه الرسالة اللي فيها؟ هتلاقي جوار سالة أول ما تتعلم الرسالة هتلاقي الأحسيس السلبية اختفت عشان كده ركز باستمرار في الرسالات ما تركز على المشكلة نفسها للمشكلة عبر رسالة المشكلة هتديك قوة أكتر هتكبر أكتر هتتحسن أكتر هتنفسك عمال تتقدم أكتر من الله سبحانه وتعالى واخد بالك اللي أنا حاوله ما فيش أحساس في الدنيا بيجي عشان يتعبك أو يقلمك بيجي عشان ثلاث حاجات أول حاجة يقربعك أكتر من الله سبحانه وتعالى تاني حاجة يخليك تبدع عن السلوك سايبي سواء ممكن يكون أي حاجة تدخين أي حاجة غلط أو سلبيات أو أعصاب أو شعور وأحساس سلبية عاوزك تبدع عنها والحاجة التانية عاوزك تتحسن وتكبر وتصعد وتتزن وتنمو بالشفافية والحكمة وتقرب أكتر فعلا من الله سبحانه وتعالى وبعد كده تبص لنفسك وصرت للذات العليا هي الزات الشفافة لما يهماش إطلاقا مشاكل الدنيا أصبحت ببصر كل شيء ببصر كل شيء من فوق فأنت عندك الواقع الإدراك القرار الانفصال وبتعرف إزاي تفكر وتركز في الحل ركز على الرسالة ما تركز على المقالة بتاعها روح ما وراء المشكلة روح ما وراء المشكلة باستمرار تبص لنفسك حياتك عبارة أصبحت أصبحت هدية من السعادة أصبحت كتلة عارف توصل لمرحلة أنك حاسس بشعور وعسيس إيجابية لدرجة أنك مبسوط جدا داخليا وخارجيا وتقدر تنتج وتنور لنفسك واللي حولك وتسيب بصماتك في الدنيا ده زي ما في قصة معينة كان في ثلاثة زمان كان يسموهم الحكماء فكل واحد فيهم زمان في الأغريق كان يسمو إله الحب المهم دول اللي أنا فسموهم الحكماء ثلاثة دول اجتماعوا قال لك عايزين نخبي الحب والسعادة من الإنسان فجاء أول واحد قال لك عايزين نحطها في أعلى الجبال الإنسان ما عرفش يتير قال لك الاثنين يتنقلقها لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات لا محدودة حيلاقي طريقة يطير بيها ويطلع بيها وحيجيب الحب وسعادة قال لك طب نحطها في أعمق أعمق المحيطات قال لك الإنسان عنده القدرة أن يدور وفاتش وحيلاقي حاجة يغوز بيها وحيلاقيها قال لك طب نخبيها فيين قال لك هنخبيها في آخر مكان الإنسان هيدور عليه هنخبيها في قلبه هنخبيها في قلبه عشان كده سعدتك وحنا وكل حلوتك وكل حبك وكل كله هرتوفر له جوه موجود في قلبك ما تدورش على العالم الخارجي عشان يحسسك بالسعادة دور على العالم الداخلي ولما تروح على العالم الداخلي حتلاقي هناك عشخص الله سبحانه وتعالى قال لك أنا في قلب المؤمن القلب ده اللي فيه الشفافية لما توصل لهذه المرحلة خد بالك باستمرار اللي الإدراك حيوصلك للتفكير والتفكير حيوصلك للتركيز والتركيز حيوصلك للأحاسيس عشان كده حيش كل لحظة باستمرار عيش كل لحظة أك إنها آخر لحظة بحياتك عارف لما تعيش كده هتلاقي نفسك باستمرار بتكون حذر إنك تكون أحسن حاجة في حياتك فعيش كل لحظة أك إنها أخل لحظة بحياتك عيش بالإيمان وبحبك لله سبحانه وتعالى وعيش بالحب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده عيش بالكفاح عيش بالفعل عيش بالصبر وخصوصا عيش بالحب وأضطر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته